الفضاء المتميج جداً للحوزية حاولت الجامعة الوطنية التي يتكيين بتنساق مع المرسلم غير الهاب والتطرف لأننا نتخلقوا هذا الفضاء جداً متنوع والفضاء الرقمي كنت تعرفوا بلي أن الآلية تنشط الحديثة اليوم في داخل المقيمات اللي كنت تتغرب علينا وأننا نطور المهارات في دينا اللي هو هذا الفضاء الرقمي الشباب والشباس حاصل الأطفال العلام القروي اللي يعيشين معنا في هذا المقيم وكذلك أبناء المدينة كلهم اليوم عندهم رغبة أكيدة جداً بالإضافة للتنشط آآ لأنه يمشوف ما هو رقمي اللي كيفية التصوير في المونتاج في آلية جديدة في الروبوتيك وأكيد جميع الوطنية للتخييم تحتض من هذا المشروع هذا ويتم من شروع عبر فضاء التخييم كاملة إن شاء الله سنة القديمة نحن هنا هنا بمخيم الحوزيان ومن ثم من طرف المرصد وهذه المخيم اللي نطلق من آآ من هالتسعتاش آآ يلوذ إلى آآ إلى غاية آآ ثلاثين منها نحن تنظم هذه المخيم هذا لشاركة مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة والتواصل وقطع الشباب وجامعة الوطنية للتخييم ننظم هذا النادي هذا نادي أو قضاء الرقمي بمعية الجامعة الوطنية للتخييم من خلال مجموعة مع صبراني يتم تدام المرصد للأطفال تسوى في المخيمات أو في شباب أو في مؤسسة تعليمية وخاصة في المخيمات من أجل تحسين طفولة وتحسينها وجعلها آآ طفولة آمنة محصنة هالتفضاء هذا الرقمي نحن من غير أننا نعتبر الترفيه والتسلية واللاعب هما أساسيين ولكن نعتبر أن تحديث أساسي ومن خلال هذا التحديث هذا نحاول أننا ندرون الترفيه ومن خلال هذا التحديث هذا ومن خلال هذا الرقمي تحميهمهم ولأن خاصة عندنا فضاء للتوعية والتحسين لهذا الأطفال هادو باش بإنزال فوش بعد المواقع لممكن أن تتسائلهم أو تتوجههم في تجاه لما يجب عليهم أدو العقبة فبإسم أخواتي وإخواني في الربوع المملاكة وخاصة ديال المرصد نحيي جامعة الوطنية التخييم على التعامل لهذا الفضاء هذا ونحيي وزارة شباب رياضة على مساندة ديالها الدائمة وكل جمعية طبعا فأه نتمنى أن أخرون يتنفسون عطر الوطن